هذه المؤتمرات الصحفية بنتابعها للهواء مباشرة على النهار اليوم شكرا ليكم من دلوقتي دكتور إسامة قبل ما نروح لزمينها مام جاهد كنا بنكلم على أن الضغط الاقتصادي بيقتي الثمار ده الأمر المعتاد عليه لكن كمان من الحاجات اللي عايزين نعلق عليها قبل ما نستكمل حادثنا عن أبرز الكلمات اللي لفتت انتباه خلال جلسات اليوم أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن ذكر في حوار خاص أيضا للنهار اليوم أنه مصر على إقامة الدولة الفلسطينية وأنه يتوجه إلى مجلس الأمن وإن لم يستطع أن يتخذ قرار بإقامة الدولة الفلسطينية من قبل وخاصة كمان إن نسمعنا كثيرا إن الولادة المتحدة الأمريكية قلقة إلى حد ما من هذه الخطوات يعني الولايات المتحدة الأمريكية ترفض دائما الحق الفلسطيني لاعتبار أنها متورطة مع الاحتلال أولا أثناء الحرب الأخيرة على إسرائيل طبعا مش هنقول الحرب الأخيرة كل الحروب كل الإدوانات المتكررة على مستوى الشعب الفلسطيني أو حتى على المنطقة العربية في حرب 73 فتحت جسر جوي من الطائرات والأسلحة الأمريكية لإسرائيل في المنطقة ونفس الحرب 67 هي التي سامت في الإدوان الأخير على الشعب الفلسطيني فتحت المخزون الاستراتيجي الأمريكي في إسرائيل التابع لحلف الناتو وبالتالي الولايات المتحدة شريك لإسرائيل شيء نائم أبين في هذا الإدوان وتتحمل مسؤولية وبالتالي أي محكمة الجنايات الدولية يعني هو الألأ مش فقط لأنه دايما بطرع المسارح الإسرائيلية الألأ هذه مرة لأن الولايات المتحدة الأمريكية نفسها إن جينا بقى نتحاسب حتى بقى هي كمان متورطة مع الإسرائيل نتحدث مثلا عن المستوطنات المستوطنات يعني بالمحكمة الجنات الدولية حددت أربع جرائم يمكن المحاسبة عليها حرب الإبادة أو جريمة الإبادة الجماعية هذه تورطت فيها جريمة الحرب ضد الإنسانية جريمة ضد الإنسانية وهناك أشكال أخرى لهذه الجرائم الاستيطان جرائم القتل للنفس البشري أي كانت لأي مواطن مدني عدم حماية المدنيين هي جريمة ضد الإنسانية وبتالي هناك جرائم عديدة ومتكررة لكن حرب الإبادة التي قامت بها إسرائيل لهذا الشعب حتى في المسميات بساعدة حماية المدنيين مثلا لو جينا نتكلم على العملية الأخيرة الجرف الصامد كان فيه استهداف كمان للمستشفات ومدارس الأنروا وتاكن الجنب الإسرائيلي بيتحجج بأن لأصل اللي بيضربونا مستخبيين في المدارس اللي بيضربونا هما اللي مستخبيين في المستشفات فلا عيبة علي قبل أن تبدأ الحرب إسرائيل طلبت الإحداثيات لكل خرائط مدارس ووكالة الغوث وملاجئ الشعب الفلسطيني عندما فروا للتحصن في ملاجئ وكالة الغوث وكانوا يعرفون أن كافة هذه الملاجئ هي للمدنيين الأمنين بعلم الأمم المتحدة لذلك عندما قصفت ودعت أن فيها أسلحة كان هذا غير صحيح لأن كل الضحايا كانوا مدنيين ولا يوجد أي أثار وهناك لجنة تحقيق في مجلس حقوق الإنسان تشكلت لهذا الأمر ولكل الجرائم التي حدثت في قطاع غزة أثناء الأدوان نعود إلى موضوع الولايات المتحدة الولايات المتحدة كل شيء يحدث على الأرض المحتلة ليست الفلسطينية أي أرض سوريا فلسطين الأردن مصر أي دولة وحتى مش عندنا بروندي عندك يغوزلافيا أي مكان في العالم تحدث فيها جريمة أثناء الاحتلال يتحمل مسؤوليتها الاحتلال طيب ما هي هذا الجريمة تغيير معالم الأرض هي جريمة الطرد هي جريمة الاعتقال هي جريمة المنتج سرقة المنتج هي جريمة قلع الشجر جريمة هدم البيت جريمة كل هذه جرائم لا يجب على الاحتلال تغيير أي معالم ديمغرافية أو معالم أثرية أو حتى معالم ثقافية أو معالم حضرية أي أن كانت أي شيء على الأرض لا يمكن ولا يسمح لهذا الاحتلال بتغيير أي شيء الآن الذي يجري في الضفة الغربية طيب قبل أن نذهب للضفة الغربية أستاذا حريكو حريكو بتقول أن الحقائق لا يمكن إخفائها بأي شكل من الأشكال نحن نشوف تقرير سريع عن الحقائق اللي حريكو بتتكلم عنها دلوقتي الواحد وخمسين يوم اللي كان فيه بك إسرائيلي لقطاع غزة والمدارس والمستشفيات وقتل المدنيين أكتر من ألفين مواطن فلسطيني تم استشهاده خلال هذه العملية نشوف تقرير سريع ونرجع لسك في الحديث من ينسى دوية تلك الانفجارات في غزة من ينسى حربا شنتها خامس أكبر قوة عسكرية في العالم بأسلحتها المتطورة لتستمر واحدا وخمسين يوما دونما رأفة بامرأة أو شيخ أو حتى طفل في فجر السابع من يوليو انطلق العدوان الإسرائيلي في أولى غاراته على القطاع المحاصر إذ أعدت إسرائيل العدة مستخدمة أسلحتها وطائرتها وقباتها الحديدية بل وصل الأمر لاستدعاء جنود الاحتياط لتكون حربا شاملة على مدنيين عزل بذريعة الرد على صواريخ المقاومة المحاصرة ميزان حرب مختل بين جيش غاز يصنف عسكريا ضمن الجيوش الأقوى في العالم ومقاومة محاصرة بأسلحتها محلية الصنع المشهد أيضا لم يكن متوازنا في ضحاياه ففي غزة آلاف الشهداء والجرحى والنازحين وضمار قضى على الأخضر واليابس أما في إسرائيل فسقط عشرات الجنود والمدنيين وتعرضت منشآت لأضرار وصفت بالمحدودة الضمار لم يستثني مسجدا يعلو فيه نداء الحق أو مستشفى يعالج فيه مصاب الحرب الطويلة ولا حتى محطات القهرباء تاركة القطاع في ظلام دامس أو مدرسة هرع إليها طفل في حضن أمه ليأمن من أصوات المدفعية فجاءته قضائفها لتسقط أسوارها قضائف العدو لم ترحم حتى الهاربين من نيرانها المصرح حي الشجاعية والحدث استهداف عشرات المدنيين غالبيته من النساء والأطفال ليسقط ستون شهيدا ويصاب المئات في يوم واحد وهم يحاولون الفرار بحثا عن مأمن في شرق غزة ومن ينسى كذلك قتل الإسرائيليين لأربعة من أطفال غزة الأطهار كل ذنبهم أنهم اختاروا له على الشاطئ انتهت حرب دامت أسابيع وخلفت وراءها من الأثار ما خلفت لكنها علاوة على كل ما تركته من قتل وتدمير فإنها منحت الفلسطينيين الأمل في لم الشمل بعد فرقة السنوات السبع الماضية فها هي الحكومة الفلسطينية تكتمع للمرة الأولى في غزة بعد أربعة أشهر من تشكيلها وهي التي وضعت على رأس أولوياتها إعادة أعمار القطاع جئتكم اليوم ممثلا عن سيادة الرئيس الأخ محمود عباس وعلى رأس حكومة الوثاق الوطني لنباشر مهماتنا في الاطلاع على احتياجاتكم والبدء بورشة عمل كاملة وشاملة وعلى عدة أصيدة ومسارات لنجدة غزة وإغاثة أهلنا فيه والنهوض بكافة القطاعات وإعادة أعمار وتأهيل ما ضمره العدوان الإسرائيلي الظالم التئام شمل الفلسطينيين من فتح وحماس في غزة لن يكون نهاية المطاف ففي القاهرة التي لعبت دورا بارزا في وضع حد للقتال تنطلق المحاولات لإعادة بناء ما ضمرته الآلة الإسرائيلية في عدوانها هذه المرة أنا أعتقد أن المتمر نجح قبل بدءه ونحن نشاهد حجم الحضور الدوري 63 دولة 63 دولة تحضر المتمر أكثر من 33 وزير خارجية يحضر المتمر المتمر تم افتتاحه بوجود الرئيسين الرئيس المصري السيسي والرئيس الفلسطيني والدعوات وجهت باسم ثلاث أطراف مصر والنرويج وفلسطيني انتهت الحرب وبدأت جلسات إعادة الإعمار إعمار ربما يحتاج لأشهر وربما سنوات لكن كم من مؤتمر لإعادة الإعمار أقيم وكم من أموال لإصلاح الضرر أنفقت وكم من مرة عادت إسرائيل لتدك أرضك يا غزة حل عبد المقصود النهار اليوم دكتور أسامة شعث الخبير والمحل الأسياسي الفلسطيني في الحياة كان يتكلم على أن الأوراق الفلسطينية لا يمكن إنكارها بأي شكل من الأشكال سواء أن يتم الذهابها إلى مجلس الأمن أو إلى المحكمة الجنائية الدولية وعشان كده حتى نزعنا التقرير إن الحقائق هي فعلا واضحة إلى حد كبير لكن طبعا أكيد الجانب الفلسطيني والعالم كله يتوقع إنها يبقى فيه ردود وإسرائيلية وفيه إنكار شديد لحقائق كثيرة حتى لو كانت واضحة يعني لا يمكن إنكارها يعني إسرائيل بحكم إنها يعني مدعومة أمريكيا تحديدا المجتمع الدولي بدأ يرفع الغطاء عنها وتحديدا للتحاد الأوروبي بدأ يرفع الغطاء عنها حتى الأولايات المتحدة بتنزعج أحيانا منها لكن ما زالت تضمن أمن إسرائيل وتحاول حمايتها بكل الطرق وتحاول تسيير كل المسافات وتقريب المسافات منها على اعتبار إدارة المفاوضات ليس إلا كما تحدث لذلك جاء كيري وأطلق مبادرة اللي هو إعادة يعني الحل في إعادة المفاوضات أن يجلس الطرفين على مائلة المفاوضات طبعا الرئيس أبو مازين قبل ذلك تحدث أنه لا يمكن العودة إلى مفاوضات عقيمة بلا نهاية يعني ما بنفع أن تكون هناك مفاوضات للأبد فيه هناك حل جدول زمني الديني حل أنت تم الاتفاق معك كوزير خارجية قبل ذلك بمبادرة منه أن هناك تسع شهور تبدأ مفاوضات تسع شهور تنتهي في واحد إبريل الماضي تنتهي هذه المفاوضات بتحديد وترسم الحدود الفلسطينية الإسرائيلية بين الدولتين ومن ثم يتم الاتفاق على كل شيء تسعيل أضاعت هذه المفاوضات يا دكتور أساني يعني الموضوع ده بقى خلاص لعبة واضحة أن جدول زمني وأن لازم خلينا مثلا ناخد على فرد أن يوم واحد عشرة تمتهي المشكلة ويبقى الحدود واضحة يوم تسعة وعشرين تسعة تلاقي إسرائيل قالت ده تخطف عندي واحد ولا اتنين ولا ده حماس أطلقت علي صاروخ ولا اتنين ونبدأ عملية الدك وبعد كده نبدأ عملية المصالحة نبدأ عملية التفاوض لوقف إطلاق النار أو تهدئة لبعض الشيء فده موضوع بقى متكرر خلاص في الحقيقة القيادة الفلسطينية ترفض أنا في وجهة نظر أنها ترفض الذهاب إلى المفاوضات مرة أخرى خلاص أغلق هذا الباب لأن الموضوع فعلا يعني خلاص ولكن في الشرعية الدولية عندما تتحدث عن وفقا للمثاق الدولي مثاق الأمم المتحدة عندما تتحدث عن حل السرعات فأيا كان في العالم تبدأ بالمفاوضة لابد من المفاوضات يعني وقف النار الهدنة ومن ثم المفاوضة كل حروب العالم وكل سرعات العانة الآن إذا قلت أنني لا أريد المفاوضات المجتمع الدولي يضع اللوم عليك إذا قلت أني أنا لا أريد السلام وأنا أريد دولتي ومبديش سلام ومش عالف ومبدي بالقوة المجتمع الدولي يلومك ويضع وهذا ما تريده إسرائيل تجرنا إلى مربع العنف والرفض يعني تجعلنا نيأس ونحبط ومن ثم نعود إلى دوامة العنف في المنطقة قيادة الفلسطينية حكيمة في هذا الأمر ويصر الرئيس أبو مازين على أنه نحن نريد دولة فلسطين ونريد السلام وحل السلام بالمناسبة الفلسطينيين لم يقولوا لهذا الأمر لأنهم يدركون تماما معنى السلام ومعنى الحل السلمي في هذه المنطقة يجنب المنطقة كافة الكوارث يجنب المنطقة كافة التطرف في المنطقة والعنف الأحداث التي تجري في العراق هي جزء مرتبط بشكل كبير جدا في المنطقة بسبب إسرائيل نفس المنطق ونفس القصة هناك جماعات نمت وترعرعت بشكل كبير جدا في المنطقة على حسه على أنغام الاحتلال الإسرائيل أنا لسه كمان دكتور إسامة ما تكلمناش على ما يحدث في الضفة الغربية لأن حريك قبل ما نخرج لفاصل حريك كنت عايز تكلم على هذا الأمر ولسه كمان من ضمن النقاط اللي عايزين تكلم عنها أهم الكلمات التي لفتت انتباهك وأيضا ما قيل في الجلسات التي أقيمت على هامش أنعقاد هذا المؤتمر أساسا حريكي نحن نخرج لفاصل ونرجع نستكمل حديث موسيقى